بحضور ورعاية سمو الشيخ خالف بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أقيم بفندق سوفتيل الزلاق سباق ترايثل للأطفال والذي نظمته بدعم من اللجنة الأولمبية البحرينية أكاديمية The Triflet Factory وشهد السباق سعادة الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة رئيس أكاديمية The Triflet Factory وسعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية والسيد عبدالعبد السلام رئيس الاتحاد البحريني للترايثلون وعدد من المدعوين والضيوف وعقب نهاية السباق قام سمو الشيخ خالد بن حمد بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بمختلف الفئات في رياضات السباحة والجري والدراجات الهوائية وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمداء الخليفة عن سعادته البالغة بهذه المشاركة الواسعة من الأطفال في سباق الترايثلون مؤكدا سموه على أهمية هذا السباق في تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة واعتمادها كأسلوب حياة صحية وأضاف سموه أن سباق الترايثلون للأطفال يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الوعي بأهمية النشاط البادلي منذ الصغر ويسهم في بناء جيل الرياضي قادر على تحقيق الإنجازات في المستقبل نحن نحرص على دعم هذه الفعاليات التي تعزز الروح الرياضية والتحدي بين الأطفال وتزرع فيهم قيم المثابرة والعزيمة وذكر سمو الشيخ خالد بن حمد على أن هذه الفعاليات الرياضية لا تقتصر فقط على الجوانب البادنية بل تسهم أيضا في تعزيز القيم الاجتماعية مثل التعاون والاحترام وروح الفريق بين الأطفال مما يساعد على تنمية شخصية الأطفال وتعزيز التواصل بينهم وبين أقرانهم في جو من التنفس الإيجابية شاكرا ومقدرا سموه الجهود التي تبدلها أكاديمية ذات رايثليت فاكتوري عبر هذا السباق السنوي لما فيه من متعة وفائدة للأطفال المشاركين متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح موسيقى ترجمة نانسي قنقر